سوزان مبارك كانت متعودة تاخد قرارات من غير ما ترجع لحد أو تاخد حتى رأي جوزها الرئيس الأسبق حسني مبارك ورغم إنها كانت عندها قناعة تمة بالقرارات دي إلا إنها كانت مش مفهومة وغير مبررة في توقيتها ومن القرارات دي تدخلها بشكل مباشر لمنع عرض مسلسل حبيب الروح للفنانة سهير رمزي الفنانة سهير رمزي بعد 17 سنة من منع عرض مسلسلها حبيب الروح كشفت حقيقة تدخل سوزان مبارك بنفسها علشان تمنع عرضه على شاشة التلفزيون المصري الفنانة قالت في حوار تلفزيوني إن مسلسل حبيب الروح كان أول عمل لها بعد اعتزال الفن لمدة 13 سنة وكانت مستنية عرضه بحماس كبير ووقتها كانها يتزاع على شاشة القناة الأولى وفي أول يوم رمضان وهي قاعدة مستنية الحلقة الأولى علشان تتفرج عليها اتفاجأت إن المسلسل ما تعرتش وبعد ما اتصلت بالمنتج علشان تفهم إيه اللي حصل رد عليها جالنا أوامر إننا ما نزلش المسلسل مسلسل حبيب الروح اللي اتزاع بعد سنوات من منع على الشاشة شارك بطولته مع سهير رمزي الفنان مصطفى فهمي وبو سينة رشوان وأشرف عبد الغفور السيد رادي إبراهيم خان ياسر فرج نور قدري مهى صبري رهام أيمن زيزي البدراوي وكان من تأليف شريف عبد العظيم وسيناريو سلامة حمودة وأخرجه تيسير عبود وعرفت سهير رمزي بعد كده إن سوزان مبارك هي اللي قررت وقف المسلسل لأن الشخصية بطلة العمل محجبة وظهرة بالحجاب طول الوقت ولأن الفنانة لها جمهور ومتابعين ومستنين رجوعها على شاشة فخافت سوزان إن البنات تقلدها والحجاب ينتشر بشكل أكبر طبعا ده مش التدخل الوحيد لسوزان في موضوع الحجاب لأنها أجبرت هايدي راسخ زوجة علاء ابنها على خلع الحجاب بعد حضورها دروس الدعية عمر خالد وكانت سبب إنه يهرب من مصر علشان غضبها ما يطلوش سهير رمزي اتكلمت كمان عن حقيقة زواجها بالنجم الراحل عمر الشريف وقالت إنه عمر الشريف كان فتى أحلامها هي ومعظم بنات جيلها بس جوازها منه مجرد إشاعة تم تداولها وقالت إن سبب انتشار الإشاعة دي الصداقة اللي جمعتهم ببعض واستقبالها ليه مع أصدقائه في إحدى الحفلات في منزلها سهير رمزي اتولدت 3 مارس سنة 50 وهي ابنة الفنانة درية أحمد أول ظهور ليها في السينما كان عندها 6 سنين في فيلم صحيفة ثوابق وبعد أربع سنين شاركت في فيلم البنات والصيف بعدت عن التمثيل واشتغلت عارضة أزياء ومضيفة جوية وكانت عودتها للسينما من خلال فيلم الناس اللي جوة ثم ميرامار سنة 1969 نجاحها في أدوار الإغراء خليها واحدة من أهم فنانات السبعينات والثمانينات اتحجبت وعدزلت التمثيل سنة 93 وكان مسلسل حبيب الروح سنة 2006 هو سبب عودتها للتمثيل مرة تانية بعد غياب 13 سنة اشتركوا في القناة